باش طابيا تسمية تركية من كلمتين وتعني القلعة الرئيسية وذلك لأنها تقع على أعلى نقطة في الموصل وبارتفاع 150 قدما عن نهر دجلة بنيت هذه القلعة في العهد الأموي عام 26 بعد المئة وبقيت شاخصة حتى عام 450 هجرية حين تعرضت للهدم على يد أحد أمراء أرسلان الترك وأعيد إعمارها بعد 25 عاما في عهد الدولة الأتابكية وكانت الحصن الشرقية لهذه الدولة وهدمت بعد ذلك بحملة هولاكو عام 660 للهجرة وتلاها حملة تيمور لينغ عام 726 هجرية وبقيت على حالها حتى أعيد إعمارها في القرن السادس عشر على يد الوالي باشا إسماعيل الموصلية ثم تلاها حملة ترميم على يد حسين باشا الجليلي وتعد باشا طابيا من أهم المعالم الأثرية التي بقيت شاخصة في الموصل وكانت سابقا تزدحم بالسياح حتى عام 2003 لتبقى بعد ذلك شاهدة على ما عاشته المدينة خلال تلك الفترة وخسرت الموصل بعد عام 2014 العديد من المواقع الأثرية والتراثية وخسرت أيضا جزءا كبيرا من هويتها التاريخية ولم يبقى إلا عدة معالم من بينها هذه القلعة التي تتكئ على أعلى نقطة في ضفاف دجلة بعدما كانت أهم نقاط الدفاع عن هذه المدينة فقد حاصرها نادر شاه وعجز عن احتلالها بعديد جنده الذي بلغ 300 ألف جندي مع 200 مدفع لكن واقع الإهمال لها اليوم منذ عام 2003 أصبح أشد وطأة عليها من حصار نادر شاه وخسرت الموصل إبان احتلالها بعد عام 2014 مئات المواقع الأثرية وتحاول اليوم اليونسكو بالتعاون مع الآثار لملمة ما تبقى من تاريخ هذه المدينة وإعادة تأهيل بعض المواقع الأثرية فيها مثل قرى سراي والجامع النوري الكبير وعدد من الكنائس في الموصل القديمة عموما كان هذا تاريخ باش طابية وما عاشته خلال السنوات الماضية ولا أحد يعلم ما الذي ينتظرها في المستقبل من الموصل محمود الجماس قناة التغيير تغيير ترجمة نانسي قنقر